ما بدأ شيء إلا و انتهى ولكنها نهاية طيبة نهاية جميلة خاتمة طيبة لذلك دائما يقول اجعل خاتمتك خاتمة مسك عندما تنظر حتى في عباداتنا في إيماننا في طاعتنا في إسلامنا دائما ينظر الله سبحانه وتعالى إلى الخواتيم انظر إلى أيام الأسبوع أفضلها الجمعة خاتمة أيام الأسبوع انظر إلى رمضان أفضل أيام رمضان آخره العشر الأخير من رمضان انظر إلى الأشهر آخر الأشهر أفضلها عشر الحج شهر ذي الحج انظر بل إلى الوقت أفضل أيام أفضل الوقت في اليوم كله الساعة الثلاثة الأخير من الليل حيث ينزل الله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله فيقول هل من داعي هل من مستغفر هل من تائب نعم الأعمال بالخواتيم في كل شيء في حياتك اجعل دائما خاتمتك جميلة خاتمتك مختومة بطاعة برضا بمحبة حتى ولو صار انفصال بين اثنين اجعله انفصال بخاتمة طيبة ليس بحقد ولا بكراهية ولا بحسد مضينا ثلاثة أشهر في هذا البرنامج او يزيد لكنها ايام مليئة بالدروس والعبر مليئة بالجمال مليئة بالفوائد بل كما ذكر احد الاخوة المرسلين يقول الله هذا مو مجلس فقط انما هي جامعة متنقلة من كل بستان زهرة سمعنا الكثير الكثير في هذا المجلس من فوائد ربطت بين الماضي والحاضر سمعنا قصص جميلة من عمنا وتاج رأسنا أبو صالح حكم مليئة بالحكم مليئة بالجمال سمعنا من أبو سليمان كم هو يطربنا ويسعدنا صوت أبو سليمان وعندما يربط الصوته بي وشجاه بالجنوب و الكلام و القصص الجميلة عن جماعته و عن مسيرتهم و ربطهم حتى ايام يوم الوطني كنا نتكلمنا عن عبد العزيز رحمه الله و توحيد المملكة كان كلام جميل ربما كثير مننا أول مرة يسمع سمعنا ايضا من أبو عبد الرحمن في ربطه بالتاريخ و حفظه للتواريخ و في التعليم و كيف انتشار التعليم في المملكة أبو عبد الرحمن دائما مليئ لنا بالقصص و الحديث التي تنور طريقنا في الهداية و النور سمعنا ايضا من حبيبنا منبع معلوماتنا أبو محمد معلومات الجميلة اللي الكل الصغير و الكبير و المرأة و الرجل بل على مستوى القناة كلنا استفدنا من معلوماته لا أنسى ايضا أبو علي أبو علي لكل محبوب خفيف الظل بل ما زلنا نقول هو شقردي المجلس و المجلس بدون شقردي ما يصلح و ننتظر البرد و ننتظر البرد عشان يزيد في الشقردية و الله دائم نجم و أخو و يمتاز أبو علي يعني صراحة في داخل القناة و خارجها بالأخلاق الرائعة أنتقل إلى أبو حاتم رغم حضوره القليل لكن إذا حضر كان همية حلقة حلقة واحدة لأبو حاتم كان همية حلقة أبو حاتم حضوره مويز و أكثر غيابات أبو حاتم برّا بأمه و نحن نعززه و نؤيده و الوالدة هي الخير و البركة و الله المفروض أني عندها ولكن أرجع لك الآن بعد شوية أبو حاتم أصبر يا أخو لا أبو خرص المقدم حتى تقاطع لا حوله ولا قوته إلا بالله أبو إبراهيم المقبل كلكم سمعتوا شعره و بره بوالدينا و تكاتفه مع أسرته صراحة نموذج رائع للأب المثالي كل قصيدة في بناته في زوجته في عياله مواقف جميلة صراحة نادر تسمع مثل هذا القصيد القصيد الأسري الرائع جدا يمتاز بكلام جميل كلكم لا شك تحبون أبو عبد العزيز أستاذ بدر الحسين الذي لا لنا غنى عنه صراحة فأنا أقول ليس فقط أنه هو متحدث رائع بل هو ظهر و قوة وسند لها البرنامج شيئة كثيرة أبو عبد العزيز يعني بالليل بالنهار امتصارات أنا وياه كل من أجل أن هذه الحلقات تستمر في أفضل وأفضل وأفضل لا شك أنه في خلال ثلاثة شهور هذه الماضية عيننا معانات كبيرة اللي تعاب واللي مرض واللي راح مستشفى واللي ظروف سفار واللي ظروف والدته واللي ظروف والده واللي ظروف أبناءه كل الظروف مرت علينا لا يمكن أن يغيب أحد في هذا المجلس عبثا أبدا بل كلهم حريصون على الحضور وتقديم الجديد لكم المفيد تعرفون أبو صالح نادر غيف ما غاب الله يوم العملية البسيطة الله يعطيه الصحة والعافية مدعم رعا الطاعة أبو حاتم مر عليه وعكة صحية أنا والأخوة كلهم مروا عليهم بعض الأشياء الصحية ورغم ذلك والله أني أعرفها يعني علم يقين منهم هم أنهم والله يأتون له البرنامج بجهاد كبير والله يأتون بجهاد كبير يعني تخيل بعض المشايخ الله يجزاهم خير يأتون يعني يمكن أربعين دقيقة جايين وأربعين دقيقة راجعين وبعضهم ساعة وأحيانا تربطنا بعض الزحمات ورغم ذلك يبون يقدمون لكم الجميل والمفيد والله يحقهم علينا مشايخنا أننا ندعي لهم في ظاهر الغيب أن الله يسددهم وأن الله يوفقهم وأن الله يبارك في أوقاتهم ويمد أعمارهم على الطاعة وما رأيتم من خلل مننا فهذا طبيعي في الإنسان كلنا ذو خطأ من الذي ما سأقط ومن الذي له الحسن فقط لكن المؤمن يعزز الإيجابيات ويتغاضى عن السلبيات السلبيات موجودة فيني وفيك وفي كل الإنسان والنسيان والخطأ وارد وسمي الإنسان إنسان من كثرة النسيان وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَأَتَى بِقَوْمْ يُذْنِبُونَ فيخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم فإننا نقول نحن الله يغفر لنا يا رب العالمين أيضا هذا اليوم الجميل وهو حلقة ما قبل الأخيرة أيضا اليوم الحمد لله صلاة استسقاء أسأل الله أن يغيث البلاد والعباد وأن يغيثنا وياكم وينزل علينا المطر والخير والبركة يا رب العالمين لكن والله العظيم يعني الفرق صعب يا أحبائي فرق صعب والله لو حتى غياب يوم واحد يعني يعور القلب صراحة أنا الرسائل كثيرة جتني أمس كله عشان موضوع الفرق وليش تروحون لكن أنا مثل ما وعدناكم وما زلت أعدكم أنه في أيام قريبة للعودة ليست في أسابيع بل في أيام قريبة وفي حلة جميلة جديدة وفي برنامج من أقوى البرامج اللي راح تكون على قناة الواقع وعد بإذن الله أنه حيكون أقوى برنامج مميز مليء بالرعاة مليء بالنجوم مواضع جديدة طرح جديد أفكار جديدة ليوكيشنات جديدة حتشوفوا أشياء جميلة جدا في حلة جميلة في قناة الواقع في برنامج بيزنس طيب اصبر شيء محمد خليك على الخط شوي خليك على الخط خليك على الخط ومحمد اذكر الله قل لا إله إلا ترى قبل الأخيرة حلقة قبل الأخيرة دعني أكمل بس عبارات دعني أكمل عبارات أرى مهمة أنا قاعد أتكلم بالقلب ونتقاطعتني والله الله أني أتكلم بالقلب يعني قلب من فمك طيب أمسك فرامل يقول محمد لا إله إلا الله يالله صباح خير لا تكتخرت شوي كده الخط فلذلك إن شاء الله بإذن الله أنا والله ننتقي من أفكاركم ورسائلكم الجميلة كم من رسائل منكم والله زادتنا نور ومعرفة في المجلس بعضكم يطرح لي يقولي اطرحوا موضوع فلاني والله أني طرحته هذا الموضوع تكفو نعززوه فعلا في مواضيع ممكن تنقص ما قلناه في المجلس إن شاء الله في الأيام القادمة عطوناها أدزاكم الله خير بالعكس نتشرف وأن نأخذ منكم الجديد والمفيد فنقول أو أيضا نذكركم أيضا أن غدا إن شاء الله ستكون بدايتنا بكرة الجمعة ترحل الجمعة ما نجي بس بكرة عشان آخر حلقة لنا غدا إن شاء الله حنبدأ إن شاء الله من الساعة واحدة ظهرا على الهوى مباشرة ربما أننا نستمر إلى أدان المغرب فحيكون فيها أشياء جميلة أيضا غدا إن شاء الله بإذن الله فسامي أبوح طيح حياكم الله صباحكم الخير جميعا شفيك اليوم شفي السكر حقه أبوح